قال البيت الأبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا وأوضح البيت الأبيض أن بايدن يعاني من أعراض تطيفة للغاية وأنه سيخضع للعزل الذاتي مع مواصلته القيام بكافة مهامه خلال هذه الفترة مشيرا إلى عدم تحديد نوع المتحور الذي أصيب به بايدن كما لفت البيت الأبيض إلى سلبية اختبار كورونا لسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن أهلاً هناك أصاعد المدحة jصعيات لكل شيء يمكنني رؤية الأولى جيالي التغريب والذي يمكنني رؤية الأخير في يوجهه حتى الآن في أي شخص يمكنني رؤية الأشخاص الدواري أن يكون بشكل جيد سوى إلى الأمريكي